أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعاتنا على يوم السبت 15 أيار القمر اليوم رح يتنقل ما بين الجوزة وما بين السرطان يعني في ساعات الفجر أو في ساعة الصباح ينتقل لبرج السرطان نحن الآن في فترة خلو المسار القمر ما زال موجود في منزلة الذراع وهي منزلة حكينا أنها جيدة وصالحة لكل شيء رح يتظل موجودة لغاية الساعة وحدة ونصف الفجر متوقيت جرينيتش بعدين ينتقل القمر وصير في منزلة النثرة وهي منزلة للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحواج القمر الآن موجود بالجوزة رغم أنه في خلو المسار فعشان هيك لغاية ساعات الصباح منظلنا نشيطين في اتصالاتنا نشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية وبيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد أو كلمة تقال علينا إنجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها بوسعنا أيضا الانضمام لدورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لعضوية نادي زي ما حكينا إحنا الآن في فترة خلو المسار خلو المسار هذا رح يستمر لغاية الساعة يعني من الآن لغاية الساعة واحدة وثلاثين دقيقة فجرا من فجر يوم السبت لأنه ما زال خلو المسار موجود هذا بيعني إنه من الآن من فترة بث الحلقة لغاية الساعة واحدة ونصف فجرا بتوقيت جرينيج هذه فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار في ساعات الفجر زي ما حكينا الساعة واحدة ونصف بتوقيت جرينيج القمر بنتقل وبصير بالسرطان نشعر في هاي الفترة بقوة العاطفة ومنحاول خلق جو من الأمان إلا أولئا أحبائنا من ميل عمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها ممكن يضرف الدموع وهو بيقلب صور تذكارية في ألبومه يجب أن ننتبه أكثر لطعامنا وشرابنا بحيث أنه ممكن نشعر بحافز لالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لأن حساسيتهم بتكون في أوجهة بوسعنا شراء عقار وزراعة نبتة أو شجيرة لانتباه أكثر لأطفالنا قضاء وقت ممتع في البيت أو مع العائلة الزاوية الوحيدة اللي رح تتشكل اليوم هي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون الساعة واحدة وخمسة وأربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أنه ننقدم لهم يد المساعدة أو نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية طبعا بما أن القمر رح يكون امتقل واستقر بالسرطان معناته خلو المسار القادم رح يكون يوم الاثنين يوم سبعتاش خمسة رح يبدأ في تمام الساعة ستة واثنين وعشرين دقيقة صباحا ورح يستمر حتى تمام الساعة اثناش وخمسة وأربعين دقيقة بعد الظهر لا ينتقل بعدها القمر لبرج الأسد أما بالنسبة لعمر القمر القمر مازل هلال أربع أيام في تمام الساعة خمسة وخمس دقائق صباحا بيصبح خمس أيام نسبة الإضاءة بتصير خمسة عشر في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم عشرين خمسة سعيدة بنسبة عشر في المية القمر في الجوزاء بدي ينتقل للسرطان حتى يوم سبعتاش خمسة سعيد بنسبة خمسة في المية عطارد في الجوزاء حتى يوم تسعة وعشرين خمسة سعيد بنسبة ستين في المية الزهرة في الجوزاء حتى يوم اثنين ستة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية المريخ في السرطان حتى يوم احدى عشر ستة سعيد بنسبة ثلاثين في المية المشتري في الحوت حتى يوم عشرين ستة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية زحل في الدلو حتى يوم ثلاثة وعشرين خمسة بعدين بيبدأ عملية التراجع في نفس برج الدلو منتحس بنسبة عاشرة في المية أورانوس في الثور حتى يوم 20 ثمانية بعدين بيبدأ عملية التراجع في نفس برج الثور سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 25 ستة بعدين بيبدأ عملية التراجع في نفس برج الحوت سعيد بنسبة 15% أما بالنسبة لبلوتوف الجدي بإتراجع ورح يستمر في عملية التراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل من الآن بظل النشاط مسيطر عليكم لليوم الثالث على التوالي في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات والتنقلات والحركة في ساعة الفجر بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية أهم شيء أنك ما تتهرب من المسؤوليات حتى ولو كثرت حاذر من الخلاف والانتقاد والمواقف المعاكسة ممكن تستاء من تصرف أحدهم اتجاهك نظم جدول أعمالك ونشاطاتك العباء بتصير كثيرة وممكن ما تجد وقت للراحة برج الثور بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم اتجنبوا النفقات لغاية ساعة الفجر من ساعة الفجر بتنجحوا في مجال السفر والاتصالات وبتعززوا العلاقة مع أخ أو جار حاول أنك تفصح عن رأيك بجراءة وحرية وعزز العلاقات قدر الإمكان ابحث عن التوافق والانسجام ممكن تضطر لدفع مبلغ طارئ من المال حاذر من إحمال الوضع الصحي واتجنب الإرهاق قدر الإمكان برج الجوزة أنتم قادرون على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها حتى ساعات الفجر من ساعات الفجر بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم اتجنبوا النفقات نظم الأقصاط وما تسمح لها بالتراكم فكر بمنطق وعالج الأمور الطارئة فورا ممكن تحدد توجهاتك الفكرية والاجتماعية هذا اليوم وحتى السياسية وبتعرف لقاءاتك بالفترة هاي نوع من أنواع الدعم يجيك من أي طريق ممكن برج السرطان ما تشعرون به من تعب وتراجع في الصحة بزول كل ما اقتربنا لساعات الفجر أكثر من ساعات الفجر بتمتلقوا نشاط وحيوية وبتعيشوا لحظات شيقة حافلة بالأخبار والتطورات تطلق إشارة وممكن تبدأ اليوم بتنفيذ خطتك بشكل جيد تستعيد حياتك رونقها وحيويتك بتصير في أوجها فعشان هيك اليوم حاول أنك تعود كل شيء خسرته بالأيام الماضية برج الأسد بتنشطوا اجتماعيا وابتلتقوا لأصدقاء حتى ساعات الفجر من ساعات الفجر طبعا بتدخلوا فترة غير مريحة بتنال من صحتكم ومن أعصابكم وبسجل هذا اليوم ركود على جميع الأصدقاء بنصحك بعدم المباشرة بالتنفيذ أو تنفيذ الأمور المطلوبة منك حاول أنك تتخلص من عاداتك القديمة وينشغل فقط بالمسائل الروتينية احذر من التأخير ومن التعطيل برج العذراء حافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل في ساعات الفجر بتنشطوا بين الأصدقاء وبترى الأمور بصورة أوضح نظرتك بتصير متفائلة أكثر بيطمئن بالك لا حصد الدعم والتأييد بتفيدك الاتصالات واللقاءات بشكل جيد أهم إش أنك تلطف الأجواء وأعد العلاقات إلى طبيعتها برج الميزان اللي بيتقدم لإمتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد لغاية ساعات الفجر من ساعات الفجر الوضع رح يختلف بتحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم في مجال العمل نظموا وقتكم بشكل جيد وكون واضح في أولوياتك ما تخلي أحد إنه يثير إمفعالك أو غضبك باستطاعتك مواجهة أقوى المنافسات فأنت اليوم تتمتع بسرعة خاطر وذكاء حاد جدا برج العقرب أدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة في ساعات الفجر بيصلكم خبر صار من بعيد هاي فترة حافلة بالنشاطات بترتفع المعنويات وبتقوى الحضوض ممكن تسافر أو تشترك بمؤتمر مثمر ومفيد وبيكون عندك اتصال بعيد اليوم وممكن تتلقى بعض الأشخاص أو تلتقي بعض الأشخاص حول طاولة حوار أو تفاوض وبرضو عندك قدرة اليوم اتعالج مسائل متنوعة برج القوس بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو في العاطفة في ساعات الفجر تبدأ مرحلة جديدة بتعيدوا ضبط أموركم المالية المشتركة وباستطاعتك تقديم أفضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليونة والصبر بينتظرك حل منصف شرط التفاوض بموضوعية عد الأولوياتك إذا دعت الحاجة ودقق في التفاصيل قدر الإمكان برج الجديد واصلوا ما بدأتم به من عمل سابق وانتبهوا لصحتكم حتى ساعات الفجر من ساعات الفجر تنجحوا في تعزيز شراكاتكم هاي فترة صعبة تفقل خلال هالهموم والمسؤوليات أهم إشي أنك تجنب ردات الفعل العنيفة الفترة هاي سيئة بتهدد بالنوع من أنواع المخاطر والمشاكل والحوادث بيجعلك القمر في هاي المرحلة مضطرب ومرهف الحس ممكن تشعر بالارتباك والغضب ولكن برضو بالمقابل بتتمتع بطاقة كبيرة برج الدلو ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا حتى ساعات الفجر من ساعات الفجر بتكن تنتبهوا أكثر لصحتكم كون عنصر إيجابي وما تتسبب بالنفور لمن للأشخاص اللي حواليك بتستعيد كامل حيويتك وبتدور الأحداث بسرعة ونشاط عالي جدا ممكن اليوم تمارس عملك بحماسة ولكن بدك تحاذر من الاضطراب الصحي أو التأخر من إنجاز بعض الأعمال أو مشكلة بسيطة ممكن تصير على مستوى العمل ممكن سوء تفاهم أو ما بينكو بين أحد الزملاء برج الحوت بتنهمكوا بأمور إلها صلاة بالبيت والعائلة في ساعات الفجر بتزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم من أحباء أو مع أحبائكم بتزداد وطيرة العمل بشكل واضح تماما حاول معالجة الأمور بروية مبتعد عن التعقيدات رغم إن الأجواء إيجابية جدا اليوم والحظ يدعمك في كثير مسائل على المستوى العاطفي على المستوى المالي على المستوى الفكري برضو عندك نشاط ما بينك وبين الأحبة أو ما بينك وبين الأبناء هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر